دلوقتي هنسيب بحضراتكم مع موجز الأنباء وهلا الحماليول إليك يا هيلة شكرا هيبة الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعناية بالآئمة والخطبة وتطوير برامج تأهيلهم وتدريبهم جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الأوقاف أسامة الأزهري وقال متحدث الرئاسة أن الاجتماع تناول خطة عمل وزارة الأوقاف خلال المرحلة المقبلة كما تناول الاجتماع استعدادات وزارة الأوقاف للمؤتمر الدولي الخامس وثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والمقرر انعقاده يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من أغسطس الجاري بعنوان دور المرأة في بناء الوعي رفع مجلس أمناء الحوار الوطني التوصيات التي انتهت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتي ناقشت موضوع الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة وأوضح مجلس الأمناء أن المناقشات كانت جادة ومنفتحة وقدمت كافة الآراء خلال الجلسات أو في المخترحات المقدمة للحوار الوطني حيث تم دمجها في التوصيات دون استبعاد رأي أو مقترح قال وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكين أنه سيتوجه إلى مصر وقطر للدفع باتجاه للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة المحتجزين ووضع الجميع على مصار أفضل نحو السلام والأمن الدائمين وأشار بلينكين في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية إلى أنه يقوم بجولته التاسعة إلى المنطقة منذ السابع من أكتوبر الماضي لمنع تصعيد التوتر وانتشاره في المنطقة لافتا إلى أنه يخوض حملة دبلوماسية عالمية مكثفة لإرسال رسالة إلى الأطراف المعنية بعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها تصعيد التوترات في المنطقة والتي من شأنها أن تخاطر بإثارة صراع أوسع نطاقا وكان بلينكين قد أجرى محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين في تل أبيب متعهدا بالعمال على عدم التصعيد وأوضح بلينكين خلال زيارته لتل أبيب أنه يجب على الجميع أن يتجنب اتخاذ خطوات أو إجراءات تصاعد التوتر وتوسع رقعة العنف مضيفا أن التوصل لوقف إطلاق نار دائم هو الوسيلة المثلى لإطلاق صراح المحتجزين ولفت بلينكين إلى أن نتنياهو أكد له أن إسرائيل قبلت المقترح الذي تم تقديمه مشيرا إلى أنه خلال الأيام القادمة سيعمل الخبراء على تقديم فهم واضح لتنفيذ الاتفاق رحبت تهران بالجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية أن الإدارة الأمريكية تملك القوة اللازمة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن مشيرة إلى أن الأمر بات في يد واشنطن لتثبت أنها جادة في وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بغزة كما لفتت إلى أن تهران لا تسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة وتدعم جهود وقف إطلاق النار بغزة أعلن حزب الله اللبناني أنه قصف ثكنت رميم بالأسلحة الصاروخية موضحا أنه حقق إصابة مباشرة وفي المقابل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن هناك أضرارا في عدد من المنازل والسيارات إثر سقوط صاروخين على مستوطنة ميرجليوث شمالي إسرائيل وأعلن جيش الاحتلال مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في شمال إسرائيل إثر هجمات حزب الله على المنطقة مشيرا إلى أنه اعترض عدة هجمات بطائرات مسيرة على شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن المتظاهرين الذين يحتجون على الحرب الدائرة في قطاع غزة أمام مقر المؤتمر العام الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاغو لديهم مجات نظر محقة وخلال كلمته بالمؤتمر أكد بايدن أنه حان الوقت لإنهاء هذه الحرب هذا ودع بايدن الأمريكيين للتصويت للحرية والديمقراطية عبر انتخاب كامالا هاريس رئيسة للولايات المتحدة مشددا على أن الديمقراطية هي السبيل الوحيد لدفع البلاد نحو الأمام مشيرا إلى أنه لا يعتزم الترشح للرئاسة مجددا اتهمت الولايات المتحدة إيران بشن هجمات إلكترونية على حملتي المرشحين الرئاسيين الجمهوري دونالد ترومب والديمقراطية كامالا هاريس واستهداف الأمريكيين بحملات تأثير بغرض تأجيج الخلاف السياسي ووسط هذه الاتهامات أصدرت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بيانا وصفت فيه هذه المزاعم بأنها لا أتاس لها من الصحة موضحة أن تهران ليس لديها النية أو الدافع للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية انتهى مجاز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل